لم يعلم قارون أن دطاقة السحب الآلي التي في جيوبنا تغني عن مفاتيحه التي يعجز عن حملها أشد الرجال ولم يعلم كسر فارس أن الأريكة الموجودة في صالات بيوتنا أكثر راحة من عشه وقيصر الذي كان عبيده يحرقنا الهواء من فوق رأسه بريش النعام لم يرى المكيفات التي نمتلكها في كل غرف منازلنا وهرق الذي كان يشرب الماء من إناء فخار ويحسده من حوله على برودة الماء الذي يشربه لم يشرب من براتة الماء الموجودة لدى كل منها ورحلة الحج التي كانت تمكث بالأشهر على ظهور الإبل ليست أبدا كرحلة حجنا التي تحتاج ساعة أو أكثر في طائرة مكيفة في الواقع نحن نعيش حياة لم يعيشها الملوك بل لم يحلوا بها ومع ذلك كثير منا لا زال ينتب حفظها وكلما اتسعت العين ضاق الصدر اللهم لك الحمد على نعمك التي نعمت بها علينا في ديننا ودنيانا لك الحمد على نعمك التي لا تحصى اللهم فرزقنا شكرها قولا وعملا وأغدق علينا من فيض الترمك وفضلك وجودك يا كريم تأملوها معي لنحيي بها القناعة والرضا في نفوسنا والحمد والشكر للمنعم سبحانه وتعالى